أمان رحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم على رسول الله ولا شك أن الوقف هذا يعني عظيم حقيقة ومزام الله خير عن القناة القائمة على هذا الوقف المبارك العظيم والذي أقول يعني يفتح المجال والفرصة لجميع المسلمين لتبرع والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وقال جل وعلا وأنفق مما رزقناكم وأنفقوا مما رزقناكم فالله جل وعلا أعطاك هذا الرزق وعطاك هذا المال وعطاك الحمد لله الصحة والعافية لكن غيرك محروم من الصحة غيرك محروم من الأب من الأم غيرك محروم من الطعام والشراب فالحمد لله الآن في نعمة وفي عافية وفي صحة وعندك المال الوفير الحمد لله تصدق ببعضه تصدق بإبريال بمئة بألف الحمد لله فهذه كلها تكون لك بعد الموت فلا تبخل على نفسك كما قال جل وعلا ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يسبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم يعني لو تخلفنا وتركنا هذا الله جل وعلا يسبدلنا بقوم خير خير مننا ثم لا يكون مثلنا فنقول يعني يجب أن يعني أن بذل ما عندنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالصدقة ويثيب عليها ويعني يدعو لمتصدقين والصحابة ما عندهم قلة الزاد وقلة المال إلا أنهم ينفقون رضي الله عنه ما أرضاهم وحتى يعني أنا أبو بكر رضي الله عنه تبرع بكل ماله للجيش وعمر مخطب تبرع بنصف ماله والصحابة عارض تبرع بأمواله وعثمان بن عفان تبرع بأموال كثيرة جدا حتى قال عنه أن بفصل ما ظر عثمان ما فعل بعد اليوم جهز جيش كامل عثمان بن عفان أرضي الله عنه حتى أنه جهز الجيش كامل بـ 3-100 إبل محملة بكلشي فما قال ما ظر عثمان ما فعل بعد اليوم خلاص أيني هذا هذا عمل أدخله الجنة فأنظروا إلى الصديقات والتبرعات فالله جل وعلا رزقنا هذا المال ورزقنا الصحة والعافية ورزقنا الأبناء ورزقنا البنات ورزقنا الامن والأمان الحمد لله فضل الله جل وعلا يدفع ولو القليل غيرك محتاج غيرك بحاجة وربما تكون دعوة مسكين دعوة فقيرة ترفعك درجات ومنازع عند الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما تنصرون وترزقون بضعفائكم وفي رواي قالوا بدعائهم لكم فتنصرون وترزقون فكلما أنفقنا وأعطينا نرزق وننتصر بإذن الله جل وعلا بسبب النفقة وسبب العطاء وكم من إنسان أنفق ماله وأعطى والله جل وعلا أخلاف عليه بل الله جل وعلا مع الإخلاف عليه سبحان الله منع عنه شر وشف مريضه وفرج همه ونفس كربه بدعوة المساكين ودعوة الفقراء فلا تبقى على نسفك أخي الكريم ريال ليلة خمسة عشرة ربما تصرف مئات الريالات في أمور ما لها حاجة فأنا أقول هنا سبحان الله أصرف خمسين ريال بدل أن تأكل وجبة أو أصرفها في في هذا الوقف وفي غير الوقاف مثلا وكملك من الأجر عند الله جل وعلا ينميه الله سبحانه وتعالى نعم فأقول للأخوة والأخوات استعينوا بالله جل وعلا واحتسبوا الأجر وأخلصوا العمل لله سبحانه وتعالى وجعلوه وجعلوه خالصا لوجه الله جل وعلا لا ترجون من أحد شيء وانفقوها واصرفوها حتى لو لم يعلم أحد بينكم وبينهم ادفعوها نعم عن طريق الجوال عن طريق الطبيق عن طريق البنك أنتم وما تحبون فهي بنفسي حقيقة والأخوة أن يعني يتبرعوا وينفقوا فإن هذا المال هو الذي يبقى لك بعد الموت ونسأل مال الذي تأكله الذي تأكله هو ويمضي لكن المال الباقي لك هو ما نفقته الآن ويبقى لك بعد الموت صلى الله جل وعلا نزقنا عليكم العلم الناف والعمال الصالح والله وعلى وصلى الله وسلم ورسول الله حقيقة فعلا